يسعد مساكن جميع معكم شاهد رسلان و اهلا وسهلا فيكم بالفيديو جديد بهذا الفيديو رح جاوبكم على اهم واكتر سؤال نسأل بالفيديوهات السابقة و هو ليش ما منقدر ندفع او ليش بعض الاشخاص ممفعالي عندهم طريقة الدفع بالاقصاط عن طريق برنامج اوتو طبعا كل ما كنت نزل انا فيديو عن تطبيق اوتو او كفية شراء بالاقصاط عن طريق موقع اوتو كانت تأتيني تعليقات كثيرة وهي ان هذه الخدمة ليست مفاعلة عند جميع الاشخاص و كثير من الاشخاص كتبوا لي ان هذه الخاصية ليست مفاعلة عندهم اليوم تكلمت عبر الهاتف مع مركز العملاء من اوتو و شرحت لهم المشكلة بالتفصيل و ايضا اعطوني الاسباب و كيف يمكننا تفادي هذه الاسباب و كيف يعني ماذا يجب علينا ان نفعل لكي تتفاعل هذه الخاصية عندنا اولا وقالوا ان هذا السبب هوي فيش هذا يعني ان الاشخاص لديهم ملاءة اقتمانية او ملاءة مالية سيئة ما هي البونيتيت او الملاءة المالية الملاءة المالية هي عبارة عن الاموال التي تدخل الى حسابنا وايضا تخرج منه هذا يعني اذا كان الشخص مثلا لديه مردود الفين يورو مثلا هذا الشخص لا يمكنه يعني شراء شيء بمثلا ثلاثة الاف يورو هذا يعني ان هذا الشخص لديه ملاءة اقتمانية او ملاءة مالية ضعيفة لانه يعني لا يكتفي بالمردود الذي يدخل الى حسابه بل يخرج ايضا بالنيغاتيف الناقص وايضا نيغاتيف الشوفة هذا السبب مرتبط ايضا بنيغاتيف الشوفة نيغاتيف الشوفة الشوفة هي قاعدة بيانات الاشخاص الملزمين بالدفع وتطلب عنده مثلا استعجار شقة ما او عنده ابرام عقد ما مع شركة معينة تطلب الشوفة اذا تسو نيغاتيف الشوفة او تسو شلشته بونيتيت طبعا السبب الثاني السبب الثاني هو نوي كوند وقالوا ان هذا السبب ليس يعني يمكن خمسين بالمئة من الاشخاص انه بيكونوا نوي كوند يعني عميل جديد انشأ حساب يعني في الفترة السابقة او ليست البعيدة فهذه الخاصية ليست يعني مفاعلة عند هؤلاء الاشخاص وذلك لكي يعني تضمن هذه الشركة حقوقها عندما يريد مثلا هذا الشخص او هذا العميل طلب شيء ما او باهظ الثمن السبب الثالث هو تسالون بيس ها نشت بونكتلش انت نشنوا باي اوتو ايضا هذا يعني انه الاشخاص اللي ما نفعل عندنا هاي الخاصية لحد الان ما دفعوا او لم يدفعوا يعني الاقصاط بشكل او بالموعد المحدد وليس فقط عند اوتو وانما ايضا في شركات اخرى كما قلنا تسوشلشت بونيتيت اذا بونيتيت هي مرتبطة بالشوفة وايضا كل شيء نشتريه على اسمنا او عنواننا يدخل بالشوفة وطبعا الشوفة هي توجد بها كل المعلومات عن هذا الشخص وهذا يعني ان الشركة عندما تريد ان تعطي مثلا او تفعل هذا الخيار لشخص ما تريد ايضا ان تضمن حقوقها بان هذا الشخص سيدفع في الموعد المحدد وانه لن يتأخر يعني عن دفع هذه الاقصاط وايضا قالوا ان هذا الشيء يرسل في الحال يعني الى الشوفة عندما نتخلف عن دفع شيء ما وطبعا هنا الشوفة تسجل هذا وكل يعني لكل شخص توجد درجة معينة من الواحد الى العشرة وايضا من الواحد الى الثلاثين والى اخرين وايضا قالوا ان هناك اسباب وطبعا هذه الاسباب كلها متعلقة لانه ليس لديكم دخل منتظم يمكن التحقق منه وبالتالي لا توجد بيانات لتقييم اهليتكم التيمانية او ملاءتكم المالية اذا هذه كانت كل الاسباب الان طبعا قالوا لي كيف يعني يمكن تفعيل هذه الخاصية يعني في المستقبل القريب قالوا اولا الدفع بالموعد المحدد هذا يعني انه ليس فقط عند اوتو وانما عند جميع الشركات عندما نشتري شيء ما عن طريق الاقصاط يجب ان ندفع هذا بالموعد المحدد وانا انصحكم بهذا لان هذا سيدخل بقاعدة بياناتكم لدى الشوفة ثانيا ملاء مالية جيدة هذا يعني انه يعني يجب علينا شراء الاشياء يعني على حسب مثلا دخلنا يعني انا على سبيل المثال دخلي في الشهر 2000 يورو يعني ما بيصير ان نروح انا اشتري مثلا براد او غسالي هذول الحانون 5000 يورو هذا الشيء لازم نتفاداه وانما من اعتمد قانون او مثل على قد بساطنا من مدرج لنا النقطة التالتي هي دفع الاشياء الرخيصة دائما بشكل كامل وانا بنصحكم بهذا الشيء 50 يورو وعندما تختاروا هنا طريقة الدفع بالاقصاط هنا السيستم يعني هذا النظام لدى اوتو او لدى الشوفة يقول ان هذا الشخص ليست لديه امكانية دفع مثلا 50 يورو او في ايمال يعني مرة واحدة فكيف يعني نفعل له هذه الخاصية وهي الدفع بالاقصاط على سبيل المثال اشترى هو شيء ب2000 يورو مثلا ويجب ان يدفع كل شهر 50 يورو او كل شهر 100 يورو هذا يعني انه هذا الشخص ما رح يقدر بالاساس انه يدفع هاي المبالغ المالية الكبيرة اللي عم يطلبها عفوا يعني اللي عم يطلب فيها اشياء كتير هذا يعني انه اشياء مثلا مثل اذا اشترينا ساعة اشياء مثلا تحت الميت يورو بنصحكم دائما انه تدفعوا حقا بشكل كامل اذا طبعا عندكم هذا المال ادفعوا او في اي مال ولا تستنوا او لا تحطوا خيار التقسيط الا اذا كنتوا عن جد انتم محتاجين هذا الخيار اذا هذا كان كل شيء بتعلى بفيديو اليوم بتمنى انه هذا الفيديو نالاعجابكن وتمنى ايضا انه ما تنسوا دعم هاي القناة وتمنى ايضا انه استفدتم من هذا الفيديو قدر الامكان كان معكم شهر استان لا تنسوا مدعاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة